أعلن دكتور شوقي علام مفتي جمهورية عدم ثبوت رؤية هلالي شوال ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم للشهر رمضان المعظم ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وتقدم المفتي بخالص التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له دوام الصحة والعفية كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة دعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال هذا الشهر الفضيل شهر شوال استطلعته من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شوال وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل لعام 2024 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك اشتركوا في القناة